اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض نشاط جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقد استعرضت السيدة وزيرة التجارة والصناعة في هذا الإطار أداء الجهاز خلال الفترة من يناير 2021 حتى مارس 2022 والتي تضمنت حوالي 200 ألف مشروع وفرت مئات الآلاف من فرص العمل بكافة القطاعات التنموية فضلا عن مشاركة الجهاز في العديد من المبادرات القومية خاصة مبادرة حياة كريمة على مستوى محافظات الجمهورية بالإضافة إلى شق الخدمي في المبادرة والمتعلق بالدورات التدريبية للشباب لتطوير المشروعات الصغيرة والتعريف والتشجيع لفكر العمل الحر إلى جانب قيام الجهاز بتقديم خدمات الشباك الواحد لتأسيس المشروعات وكذلك المشاركة في المبادرات القومية الأخرى المتنوعة مثل البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ومبادرة المجمعات الصناعية التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية الصغيرة بالقطاعات الواعدة على مستوى المحافظات وكذلك مبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية كما استعرضت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الموقف التنفيذي لمعارض منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القاهرة ومختلف المحافظات إلى جانب المعارض الخارجية المتنوعة التي تم تنظيمها خلال تلك الفترة في كل من البحرين وجنوب السودان والأردن وجنوب أفريقيا كما تم عرض التحضيرات الخاصة بدورة العام الجاري من معرض تراثنا الفين واثنين وعشرين والذي يستهدف دعم صغار مصنعي الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ تصويق لمنتجاتهم حيث وجه السيد الرئيس باستكمال الخطوات المتخذة في سلسلة معرض تراثنا لمشاركة ممثلي كافة محافظات الجمهورية خاصة المحافظات الحدودية بما يساهم في ترسيخ الهوية الوطنية كما استعرضت السيدة نيفين جامع جهود التحول الرقمي في جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر لسيما من خلال منصة المشروعات الصغيرة والتي تهدف إلى إنشاء بنية معلوماتية تعمل على إتاحة كافة المعلومات والخدمات والمبادرات المقدمة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجماعيات الأهلية والقطاع الخاص وقد وجه السيد الرئيس بإسناد تشغيل المنصة الإلكترونية للتحول الرقمي لجهاز المشروعات من قبل أحد بيوت الخبرة العريقة في مجال إدارة منصات رواد الأعمال وذلك لإثراء المحتوى الرقمي بها والترويج المتطور لمنتجاتهم مواكبة لاحتياجات السوق وتم أيضا خلال الاجتماع عرض أهم الإجراءات التنفيذية الخاصة بتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر رقم 152 لعام 2020 كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والفريق كامل الوزير وزير النقل والسيد نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير منظومة الموانئ البحرية المصرية وفق أعلى المعايير لتحقيق أقصى استفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب وبما يساعد على تعظيم عملية التبادل التجاري مع مختلف دول العالم من جانبه عرض الفريق كامل الوزير الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة خاصة مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير والذي سيضم ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة والميناء الأوسط بمنطقة المكس بما في ذلك مستجدات إنشاء البنية التحتية لساحات التخزين الجديدة ومحطة تحيا مصر متعددة الأغراض إلى جانب حاجز أمواج كبير ومناطق لوجستية مختلفة وكذلك إعادة تأهيل رصيف الخدمات البحرية بالميناء كما تم عرض سير العمل في مشروعات ميناء سفاجة وكذلك الموقف التنفيذي الخاص باستكمال وتطوير ميناء العين السخنة الذي سيتم ربطه بشبكة خط القطار الكهربائي السريع وعرض الفريق كامل الوزير أيضا مشروعات تطوير ميناء ضمياط بما في ذلك تعميق الممر الملاحي وإنشاء محطات الحاويات متعددة الأغراض وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض الموقف التنفيذي لتطورات المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمتر الأنفاق إلى جانب مستجدات الأعمال التنفيذية الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT والذي يبلغ طول مسار حوالي 103 كيلومترات ويبدأ من المحطة التبادلية عدل منصور ثم يمتد إلى كل من مدينة العشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة ومن ثم سيساعد على إحداث النقلة النوعية غير مسبوقة في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى وقد وجه السيد الرئيس بإيلاء أهمية لتطبيق أحدث الأنظمة التكنولوجية الخاصة بشبكات الاتصالات لربط محطات القطار الكهربائي الخفيف اشتركوا في القناة